السلام عليكم تحيتي لجميع الأصدقاء في القناة اليوم سأتشاهد معكم واحد الموضوع اللي هو الموتير ويقيت الكثير من الناس يصورون لي وهو مسألة تقنيات المراجعة وكيف نراجع الدروس دينه الأستاذ لدينا الدروس كيف نراجع الدروس أستاذ كيف نراجع الدروس كيف نراجعها طبعا هنا لا يوجد واحد القاعدة محددة ستقول كيف نريد الدروس أو كيف نراجعها أول حالة نتفاهم عليها قبل ما بدأ هذا الفيديو هو أنه ما نخليوش دائما انتحانات حتى الآخر اللحظة ونبدأو نديرو عمليات المراجعة إذا بغنا نديرو المراجعة نديروها من الآن طبعا ما حد باقي المدة المسبب الناس اللي عندهم الأولى باك والتانية باك ما حد باقي الوقت طبعا كل شيء متفق على أن وطير التعلم الديبلوبات والطورات وأن المعارف اللي كنا نعرفه عش حال هذه ولا شنو خطنا نعرفه ما بقىش كما هو الأمر اليوم اليوم خطنا يكون عندنا واحد تكتيف ذي الوقت والتكتيف ذي المجهول باش نستوعبه عدد كبير من الدروس ومن المعلومات وأنا بغيت نفتح واحد القوس بالنسبة للمواد الأدبية بحكم أنني تنظرس مادة الفلسافة بالتانويت اللي هي العربية الفلسافة الاجتماعية التربية الإسلامية وقالي تنظرس مثلاً باللغة العربية من الأشياء المهمة اللي يخصي فهو التلامب لأن كين مسألة الأساسية اللي هي المراجعة والاستعداد وكين مسألة أخرى اللي هي الملكة ذي اللغة كل مكلمة تنقل دائماً يقرأوا كتب يقرأوا روايات يقرأوا قصص يقرأوا أي حاجة كل ملكة ذي اللغة تنظر عنده ونحن نعرف بأن اليوم بسبب السوشل ما بقيتش المقرأة كثير وكذلك اللي كانت في المقرأة يكون غير عبارة عن تدوينات يعني سواء في تويتر ولا فيسبوك ولا غيرها ولكن المقرأة دي معناه أنه الإنسان تجد واحد كتاب وتيبقى يقرأ فيه ما بقيتش وهذا صراحة مشكل في طرحنا أثناء عملية صحيح دي الفروض دي التلمث أن ملكة الكتابة اللي هي اللغة لم تقع عند التنمي هذا ليس أن تلمهم كالخين ولم تقعرصها أو شيء لم تقعرصها أو شيء لا إنما التعود دي لهم على عدم القراءة ليس دي الكتب دي لهم مدراسية إنما القراءة بشكل عام وكذلك عملية الكتابة لأن تدويب كذلك مهم في العملية دي أنه تستوعب ملكة دي اللغة تكون عندك تلقائية نصل الأمر في القراءة كل ما قرأت بذلك كلمة التعودية الكتابة بشكل جيد هذا الجانب الجانب الثاني هو نضر اليوم على بعض التقنيات اللي يمكن يستعملها أي واحد سواء كذلك التانوي ولا في جامعة ولا أي طالب يستعمل هذه التقنيات اللي سوف نضر عليها اليوم أول تقنية تقنيات التعلم الفعال هالتقنيات تتهمل على فكرة كنا فعلي من النفس وأن الدماغ دي لنا دير بحال واحد لوشيما كوني كثير أو خارقة معرفية أن كل معرفة استمناها وجزئناها ودرناها على شكل شجرات أو على شكل واحد لوشيما كما تشوفوا معي كل دماغ المعرفة هتترصخ أكثر وغادي تكون أكثر استمرارة على المستوى الدين ما توقع عندنا حاضر على المستوى الدين هالتقنيات تقول بأننا نقرأ بواحد طريقة أننا كل ما نقرأ شي درس أو شي مجزئة شي مجال نحاول ذيك المجزئة نكتبوا واحد الملخص بحال ذلك اللي فيه شكارتوني هذيك الملخص نديره على شكل خارطة دينية كما تشوفوا معيانات الفيديو هذيك الخارطة الدينية غندير فيها عنوى الكبير لها الدرس مثلا تلفلسافة مثلا بهم الشخص ونحاول ندير خارطة كاملة ذلك الدرس كامل مثلا مواقف التلفلسافية التصورات المفهيم ونحاول نكتبها الأسلوب ديني ونخدعها ونحاول كل درس تاليته نستعمل معه نفس الأمر أنه ندير واحد الملخص يكون بالأسلوب ديني وبالطريقة ديني وبهذا الطريقة هذي قليل نجمع مثلا من دبا المهاية الموسم الدراسي واحد مجموعة ديني فيش كارتوني كون فيش هي فيها ملخص ديني الدرس كين الدرس اللي يعطاري الأستاذ أو الكتاب اللي تعطاري في الجامعة أنه ينقرار الأخصو وكين الملخص وكين التخير اللي درته أنا اللي مرتبط بالمجهود ديني الشخصي أنا هذي فيش كارتوني تنخليوه تنخدعوهم وتنبدو نقرأو فيهم من الأسهل للأصعب تنحاول نقلبوا على المادة اللي سهلة ويقين أننا سهولة أنا لا نفهموها وتنبدو نقرأوها بشكل منضر نقرأوها مثلا مرة في الأسبوع كل فيش كارتوني نحاول نراجعوها مرة في الأسبوع بشكل منضرها نحفظها ولكن نعود نقرأها نقرأها كل مرة هتقولوا لي شنو فائدة اللي قريتها وما حفظتها مثائدة أن الدماغ لنا تتعلم طريق على شعوريا أن كل حالة تنكرروها بشكل مستمر يسمى التعزيز الإيجابي في علم النفس كل فكرة تنعود نكررها كل مثل ترسخها كثيرا على المستوى الدهني بلما نظرك يعني تقول لي مسألة ساليسة أو تلقائية يعني بلما نحس بأن نحفظ واحد من العلمه ولكن دماغي ثم يبدأ تعود عليها ويحس بوحد الأرياحية وهو يقرأوها وهنا تتبال أنها تقنية هي مشهورة كثيرا جدا ومزاب للناس بجسعة موحانية يخصوا بها احتى محاضرات يخصوا بها كتب يعني طريقة شجير أو طرق مكتلفة ولكن نعمد على فكرة تخارطة ذهنية أنك تضع واحد العلمي الكبرى تضع له أحد الأجزاء التقنية التانية وهي التقنية ريشارد فيما هالتقنية تقول بأن كل ما تتعلم شي ذكرى أو شي معلومة شكل جيد حاول ترحل شي واحد وهذه القنية كنت ندرها فيامة الجامعة أننا تنحاولوا نقرأوا واحد ذكر نقرأوا شي ملخاص أو شي كتب وتنقصوا مع الشي وهذا نحاولوا ندسكيتي واناوية تنحاولوا نشرحوا لك المعلومة هنا مثلا إذا كنت طالب وإذا كنت تنمية وإذا كنت تنمية وإذا كنت طالبة ما ينطلق منك؟ أنك تقرأوا واحد ذكر أو واحد المقرر بعض سبيل المثال واحد يقرأ في عين الناس دخل يقرأ مثلا النظرية السلوكية أو التحليم نفسي يحاول يقرأ واحد الملخاص ويمشي عنده واحد صديق ديانو ليساكنها في جميعه ويحاول يشرحلوا بكل معلومة يقولوا شوف اليوم أغنصح لك واحد المقرر أغنصح لك واحد فكرة اشتقوا الفرويد على الله شهور ويتحاول انت تهمني ويحاول يقلب على جميع الميكانيزم باش يشرحلوا بكل فكرة كل ما هذي يحاول يشرح له كثرة كل ما هتعزز العلوم كثرة عنده وهتخليه يطرح الاخر اسئلة ما هتحاش عنده وهو غي يقول لي يقلب عليهم وبهالطريقة هذي غضي تديبلوب الاسئلة عند التلميذ او عن الطالب وبالتالي الاخر غضي يقول لي يقلب على طريقة انجح باش يشرح الاخر وهالطريقة كانت منذ القدام بان التعليم قديما كانت تعليما حواريا اذا شونا اريستو اذا شونا قاعد المدارس القديمة في التعليم كانت مدارس حواريا ممكن شو تقيل انما التعلم هو عبارة عن حوار وعبارة عن محادثة بين الطلبة بين الاساسدة بين الاستاذ والتلميذ يعني وهذه التقنية هذي مهمة علاش لان كل ما الفكر تعرض الوحد بالنوع دي المناقشة كل ما في نمو وكل ما تتعزز الافكار وتتوضح على المستوى الزهني بعد ذات المسألة هذي كين واحد الامر اخر وهو ان مفهوم الدماغ ومفهوم التعلم تبدل كما كان التعلم قبل مظهر السوشيال ميديا وطورة تكنولوجيا الرابعة شيء ومظهر الطورة الرابعة وصوشيال ميديا شيء اخر إذن عندنا واحد للشونجنو السوشيال بقعنا يحتاج لنعنى دي التعلم في الدماغ تغيل فالتالي وجد عندنا دي تقالية دي التسعود التواني ان الدماغ دينا مبقى الشركز مع فكرة بسبب دي التقافة دي الغيلز اننا نشوف واحد المقطع في دقائق مقطع في دقيقة وكل مقطع مختلف على الاخر لكي واحد تقنيت متى تقنيات ببرومودورو التقنيت هذي حاول تعاود من ضمننا العمل دي الدماغ انه يركز واحد الموضوع معين لمدة مثلا 25 دقيقة ثم نرتاحه خمسة دقائقة هذي خمسة دقائقة اللي غنرتاحو فيها ما غن ندير فيها انتشي حاله كثير من الناس يقول كتاب فيها نقات خمسة دقائقة تدير ذلك المنبيه وذلك خمسة دقائقة ندير فيها وذول خطأ يمشيش تريفه اليه وليش شي حاله بدي يقرأ ولي بدي يطلع فيه غير انا اخصد دماغ يرتاح يعني ذلك العمليات العصبونات وذلك العمل في الدماغ وذلك الامواج الكهربائي دي الدماغ ستحسب واحد واحد الراحة لان اذا كانت تشتغل ترتاح لتدير بحل واحد المنزاجور لتدماغ ديك شي عاو تيتي بني واحد لما صارتها عصبية جديدة باش يعطيك استعداد خمسة وثلاثين او خمسة وثلاثين او خمسة وثلاثين دقيقة اخرى الخطأ يتنقع فيها انتن ديروا التقنية ولكن بالمجرد انتن ديك خمسة دقائق او ديك سبعة دقائق او حتى عشان دقائق انتن دوزواش مرتاحين انما تنشدو التليفونات والطبيعة قلنا الخوارزميات في سبوك وانستجرا ان قلت تشدو بشي تتمايين يعني عشان دقيقة تولي في ساعات وفي ساعتين وهذا امر هذات هي ما تخلص هاد التقنية انها تنجح ولكن يلتز منها في هاد الامر هذا مثلا غير كزا السوعة القرية كزا السوعة القرية او جز سوعة ومثل القرية كل خمسة وثلاثين دقيقة خمسة دقائق لبن اذا هاد تقنية هي طراحة تقنية مهمة ولكن مع احترام هاد الامر اللي قلنا اللي هو هذي خمسة دقائق اللي هادرنا عليها ما تدخلش السوشال ميديا مشكل النهائي واناك ميجي تقرأ حاول تتزول لنوتيفكاسو دي التليفون واحتذي البيسي وتركز مع ذاك سيوجي او ذاك البحث اذا تشتغل عليه لانا كل ما ركز ماك بزاف مع ذاك البحث كل ما كل ما ذاك غالي ينتبه اكثر وكل ما غتحس بانه كين واحد ايجاز وكين واحد العطاء بليك شي تتتربارين ثم كين عندنا تقنية اخرى وهي تسمى تقنية التعلم الجماعي احنا في تقافة المغربية هذا التعلم الجماعي مثلا عندنا بتشريا تضيع الواق تجمعوا تلمات تبدوها بقرايا واحد عشر دقيقة ومراهات يتليوها في مناقشات الخاوية لكن هذا خطأ والدليل هو ان احترف المدرسة اليوم عندنا ما يسمى مشروع القسم وهذا مشروع القسم تحتاج واحد للعمل الجماعي ان الكلام بيجر واحد البروجيلي هو واحد العرض هو واحد الورشة ولا واحد المزلحة اتيا ومتلوق مثلا انهم يتعاون مع بعضياتهم ما هو الضوء للتعلم الجماعي هذا البروجيس انه تخلي ان تبادل للطلبة للخلال مع بعضياتهم تخلي عزيز عندهم حيث تساؤل ماذا الماليفة تحدثة هي التساؤل كل موضوع تتح سؤال توقع هذا الموضوع التاريخي ولا اجتماعي ولا علمي ولا فلساثي هذا السؤال هو نوع من الاستفزاز الدهن سؤال حول موضوع فيزيائي سؤال حول موضوع علمي حول موضوع الفن نحن هذا يبدل بأن التعلم الجماعي الضوء لله انه تخلق من واحد الفضاء من الحوار في هذا المجال وتنحاولون نحن نحن نوع من المقارنات نقارنه بالفكرة لي وفكرة لي وبهذه الطريقة هذه المقارنات وهذه لعبة الحوار لأن العلم كلها عبارة عن حوار بين المعارف تخلينا في الاخر نكون واحد القدرة العريفية أن نستوعب ذلك النعنى أو ذلك الدلالة خصوصا في المجالات اللي عندها علاقة بالأدب الفكر بشكل عامل باقي المجالات العلمية كذلك تهيئة بسألة مهمة خلال انه واحد يقول لك مش نحلم على هذه الفيادية لأخو حلب طريقة اخرى وواحد يلقى مختزلة إن هالطريقة الحوارية هي مهمة في العملية للتعلم ولكن نختاره معاملين نخدمه جماعة وتكون واحد الفئة اللي نختارها أنها مهتمة وبغى تقرأ ليس واحد الفئة اللي بغى تضيع الوقت الليالة ولي تضيع الوقت شيئة ثم أخيرا كي واحد مسألة أساسية ليس تقنية إنما هي تتطلب البنية للتعلم وهي أننا نوفره واحد الحيز يكون عندنا فيه مكان تنقرأ فيه طبعا لي عنده في الدار رياله واحد البيت يحاول يوفره في واحد شرط القرأة إلا كان إن كان يجير بيرو أمقاد كتوبة واحدة السلويات كل ما خلقتي واحد الفضاء الفضاء يصغير وقعيف ويكون فضاء بعيد عن الناس كثير من الطالبات والتعلمية يبدو يقرأ وفد صدري بالناس أو متكلي هذه متكلي وتتقرأ ليس شيء صحيح لماذا؟ لأن الدماغ ديالك من أن تكون تتقرأ وانتحدى بواسطة الناس وإذا تبغى تتقرأ تتدود واحد لمدة ساعة أو خطبت المقيقة أول فكرة يجيك وكلكم راك ترح فيها هي فكرة الناس فبالتالي نخلق واحد الفضاء ولي ما عندوش يمشي المكتبة ولكين مكتبات ولكن عموما بالقدر المستطاع ديالك خلق واحد الفضاء اللي فيه الكلب فيه الهدوء المسلطرة الأولى وفيه يخليك أنك تركز الغاية من هذه المسألة هالي أننا ندير واحد المكان قاد أنه كل ما نقلس فيه كل ما نحس بالراحة في التعلم ودماغي تيوهذا يقدر يستمر واحد بمدة طويلة بحيث أننا نحاول نخدعو اللا شعور ديالنا أننا نخلق واحد المكان زوين وأننا يطلعو في الدماغ ديالنا بحل الرابي الديني أنه كل ما نقلسه فيه نقرأ فبالتالي مثلا نقرأ البيرو نحسب واحدة الاريحية بعكس إذا كان البيرو ما مرتاح كل ما نقلس سنحسب واحد لأعضم الراحة سننضم البيرو سنقلس حتى ساعة ونبدل المكان ديال القرأة ولكن إذا كان المكان مرتاح فيه ومفتر في الشهور ديالتعلم سيكون عندي واحدة الاريحية في عملية ديالتعلم لكن كخلاصة لهذا الفيديو هذا أهم حذر نسبة لي باش إنسان يحقق التعلم الفعال وخشطان بسبب المراهقين لأنه باحبيا تانوي يبعدوا من إدمان ديالتشوش الميديا لأنه فعلا من خلال أبحاث ديالي ومن خلال قراءات الدرجة كاملة العدو اليوم للانتباع هو غياب التركيز وغياب التركيز السبب اليوم مشكل كبير هو الإدمان بالهورمون ديالتبامين اللي تعطيهنا هذه الوسائل الأفلام الالتباكس الألعاب بالتالي التلميذ والطالب يقرأه ويقرأه في الهورمون ديالتبامين فتحسب واحد الملال بسرعة ينوض وتينفرر من القرايا توقف القرايا من فوماج ومشي قليل مواضح هو النمط اللي يتعود عليه الدماغ دياله استفكير والأمر هذا ما تنعوش بالأباء يبقوا يدخلوا في واحد الكون في معاولادهم مغاوتا مضاربة فبعض الأحيان يجب أن يكون الوعي الوعي لأنه فعلا هناك متغيرات جديدة في القرايا واختنا نخلقوا واحد من الجولية للمتعة تتعلم لأن حتى المتعة تتخلي أن المتعلم يحب لك المادة أو يحب لك الدرس فهذا أقول لكم نوع التقنية للتعلم يمكنك تدير هذا الميند ماب على خرائي الدينية الدولية وأن ترسم خريطة لإهنيات تحول لك شيء تحول له أشكال فنية أو إبداعية الموضوع الكبير نتمنى أن هذا يكون مفيد إذا لكم ملاحظات أو أسئلة تستعدوا بما يمكن استعداد إليك كما تقول الشاعر وما نيل المطارد بالتمنى ولكن تأخذوا الدنيا بغضابة بالتوفيق والنجاح الجميع نتمنى إلى أصدتها هذا الوقت باش تعمل سائدة هذه المعلومات أو تعال أقل سنة لذلك فيديو باش تجيلة أفكا بها أصدقائك باش تعمل سائدة أصدقائكم ترجمة نانسي قنقر